السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نتكلمه على واحد الحالة الماراضية ما نحبش نقول مرض حالة ماراضية اللي ممكن مسيء غلبية الحالة تهم تهم الراضيع لما يتولد لما يخرج من بطن الأم وعندها تأثير ممكن إذا ما ندخلوش دوكن فاهمكم إذا ما ندخلوش راهي تأثر على اللي كل كبير في السن الإنسان الراجل ولا المرأة حقوا وعلموا وهذه نتوجه إلى النساء الحامل مفضلكم الحمل لازم له متابعة انسويذي ماشي ارفض الكرش وخلاص ونفرحوه بنديرو اسبوع والاخر لا مرحلة الحمل حاجة طابعية ولكن بفضل العلم عرفنا بأنه لازم متابعة لأنه كان مراحل دقيقة مراكة تكون بالحمل لازمها متابعة أخطر أخطر مرحلة لما تكون على الطاولة تعلويلة أخطر مرحلة تكون على الطاولة تعلويلة ثمك لازم لنا مراقبة يعني دقيقة مراقبة دقيقة ما لازمش نغفلو لأنه ممكن تترفع لها تكون المرأة ما عندها شقا على التنسيون أثناء الولادة فجأة تترفع لها التنسيون ما شي مشكل ولكن لازم تكون متابعة اللي يكونوا واقفين قدامها أراهم يشوفوا بأنها ترفعات وفيها تدخل واحدة فأني نهضف الطاولة لا طابل داكوش مو ثانيا عندنا الطفل كي يخرج من البطن أمو غير تمتم يخرج لازم له ضروري يتنفس سبحان الله العظيم متانفوس في الماء لكي ضمنيوتك يكون الجنين وكلنا متانفوس في الماء القدرة تعتنفوس في الماء غير يخرج من البطن أمو لازمو يدخل بدون أي بدون أي عطلة لازم تعطيل لازم يتنفس الهواء على الطفل يعيط يعيط سبحان الله العظيم ربي هذا برنامج تعال إله غير طفل يخرج لازمو يتنفس كاين واحد الآلات يبدأ ويخدمو في يداتنا مباشرة مباشرة ولكن إذا كاين تعطيل وما تكونش مراقبة الطفل مثلا يخرج زرق يخرج زرق ختي لازمنا راقبه الزيادة كاين ما راحل في الزيادة ما راحل لازم تتراقب وكي الجينيكولوج كي القبيلة كي المهارة ويعسوا في المراحل تاع الخروج تاع هذا الجانين لا ماشي غيرها ماشي الروح نخليه ونخليها لا يزم واقفها كي ما نقولو احنا رجل برجل كي يخرج لازم كان واحد العملية العملية أحب يقول ماشي عملية جراحية لا لا عملية تخون بها الجينيكولوج اللي يكون واقف عند الرجل للمرأة والقابلة والفرملية غير يخرج الطفل لازم كان بعض إجراءات لازم تم تم يعيط يبكي يتوغ هذا كيتوغ وكان الناس قال لكيتوغ هاتي يقول علي خرجتوني من الأمن تاع الأم ركودتوني للحياة والمشاكيل تاحها هذي بين قوسين إذا كان تعطيل بعض الثواني بعض الثواني يعني ركود تشوفوا كيفان قيموا الأمور والطفل يكون زرق راح يصر راح يصر حوادث خاطيرة في المخ تاح هذا الجنين وراح يصر تتحطم بعض الخلايا اللي تأثر على الجنين وثمك ممكن بأجي كما نقولولا حنا يا بالدرجة تاعنا السكينة مش الساكينة مش الساكينة نقولو حنا بالدرجة السكينة هذا كللي مسكينة ولي داته تقع ترعش عينه ينقلبه ويتعوج شوية هذه هي يعني طولها لبيليبسي مرض خاطير هو بالحقيقة هو بالحقيقة مش مرض هو تحطيم بعد الخلايا تعلمخ والخلايا تعلمخ يتحطموا لا رجوع يقعدون محطمين وراح ينأثروا على حياة هذاك الطفل يا أم من هاللي يسلك يقولي ناقص دهنيا يعني مشاكين ما نتمنها حتى مرأة الحامل ونطلب منها تراقب الحمل التحر من طرف طبيب وثانيا المكان وين تولد فيه لازم تخيره ما خير شانا ما كان ولد فيه يعني عيادات الظهور ولا عيادة ما نشعرف أسم تحيا طبيعة ولا ما ولا داري اللي بوكيت على الورد ولا هذك الأخر لا نشوفه ونأخذ اتصال مع الفريق اللي رح يقوم بالولادة ونتصل به ويزم مراقبة شديدة حتى الطفل يزاد وبعض الأسبوع بعد ما يزاد لازم التكفل به بصارامة بصارامة لأن الحياة التاع إذا ما جاتوا مشاكل رأي مرهونة حياتوا كلها قبل ما نختم نحب ننبهكم على واحدة الوضعية هضرت على الراضيع كي يزاد والجانين وكل هذيك في مرحلة الولادة فيها خطورة كين الإنسان اللي ماشي تماما معني بهذه الوضعية والجيه فجأة فجأة 40 سنة ولا قبل ولا الجيه سكينة هذيك لازم نعطي وها عناية خاصة لأن ممكن ممكن اللي أكدها هو طبيب المختص في الأعصاب الأعصاب بالمفهوم العلمي موش بالمفهوم التعنى اللي يقولك هذاك عصابي يعني يزعف ولا الجهاز العصابي طبيب مختص في الجهاز لازم لما تجي إزمة في السن الكبر لازم نروح بسرعة عن طبيب مختص في الجهاز العصابي للنيرولوج يبا يأكد أن بعض الحالات اللي خاصة بالسن تاع ذك الإنسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته